طيب طيب مريم بركاتك يا شيخ خلاديا مين يا فاهمي تعالي تعالي شوفي بعينك انت تعالي تعالي بسرعة أهلنا بنت أخوي أهلا من أورا اتفضلي حبيبتي اتفضلي اللهم صلي عن نابي اللهم صلي عن نابي اللهم صلي عن نابي جالك كلامي وصفة متخيبت تشاكلك هتبضحين ماشاء الله أهلا بيك يا حبيبتي اتفضلي ده انت حبيبتي بتحبك اتفضلي اتفضلي اهلا وسهلا وعلي يا حبيبتي اعودي حبيبتي بتحبها دي بتموت فيها الشعر اه قصدي اللي حتبقى حماتها اللي حتبقى حماتها طبعا بقولك ايه بطالة راقي وروح اطلبيني السندويتش اللي يبسي فيه نعم السندويتش الطويل لها بدا اني فيه اني سندويتش سندويتش البصر ما اللي كنت نبسي فيه اه 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 عن اذنك يا حبيبتي هعمل بس تليفون صغير قد كده ايوه عن اذنك بسرعة حاضر بسرعة حاضر طب والله يا منت اخوي يا حبيبتي مليك عليها حلفان لو اعرف انك جاية كنت جبت عجله ودبحته تحت رجليكي مم يا اهلا رسال اهلا اهلا مم يا تاكلوا معي ايه ايه لا لازم تاكل مان ده بيت عمك يعني بيتك يعني انت بالذات في اي وقت تخش كنا البيت ده تفتح التلاجة وتاكل كل اللي فيها ده لو لقيت فيها حاجة يعني اه بهمت يا حبيبتي وانا انت نويت التلاجة عناية زي اختك مش نويت التلاجة خلاص خلاص فقالي بقى تاكلوا معنا لقمك النهانية ماشي طب ايه رائع بقى ده وانت عينها صغيارة ما كانش يحلالك الاكل ابدا الاو انت عاد على حاجة ده اه وكان ابوك اللي يرحم يقولك عيب يا بنتي قومي خلي عمك يأكل براحتك وانت ولا الدموع ولا تسمعي كلامه ايه طبعا تلقيكي بقى نسيت الكلام ده كله وصدقت اختك وجريتي ورا كبها ورا طمحها وجشحها تلقيكي بقى تلقيكي بقى تلقيكي بقى طريق طريق يعني انتي جاية هنا مخصوص عشان خاطر طريق بسم الله واشاء الله بسم الله واشاء الله نادية 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 عرفتك كثير يا نادي عرفت عرفت ما رحق يتقالي يا بنتي مثل مردت عمك دي حكاية لا حكاية حكاية واصلة دي مية من تحت التم وانا كبال هسأل نفسك كثير اقول الله يوان انت عايش معها بقى لك فاطر ان العمر حينك مزاغت على واحدة انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده عاوز اقول يعني اقص ان انت طيبة وانت حلال ولكن ما كانتش ماريوم جات لي نظرنا النهاردة مش كده؟ اه طبع وهو عارفة والصراحة كويسة مرات عمك دي 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 ايو دي اول ما تقريد خبيب طلع وهي راسها والف سيف تقول الله معلاش نحلها ودي نحلها ودي نحلها ودي نحلها ودي يا نادية ايه دي بس واسمعيني ملك مش حاكر ده نحلها ودي انما ماريوم حبفتي طيبة بالظبط كنا حاولي بيلي انا مش جهر الملك انا حركز على الاميره الطيبة مريم وافاهمها بالحكاية بالظبط هه؟ والله يا بنتي ومليك علايا حلفان انا باعمل دكولوا عشان رحفظ لك حقك انتي ايو ها يا بنتي حدش ده من الموت والحياة حدش عارف النفوس فيها ايه فاهمي عنده حق يا بنت نفترض ان اختك لا قدر الله جرالها حاجة حقك مش هيروح بناشدي جالها عريس واتجوزت طلع العريس ده مطع من اللي بيحبوا يعيشوا على قفى النسوان مش حقك انت اتاكل كده وانت يا حبيبتي هتفضلي عايشة كده مش هيجيلك ابن الحلال اللي بيحبك ويخاف عليك وساعتها بقى هتعمله مشروع صغير مع بعض هتجيبه فلوسه منين وهي هتفضل العمر كله تتحكم فيك وديه كل اول شهر تدكي مصروف اه خد يبالك من مالك يا حبيبتي اختك دي مش سهلة لا سهلة ايه طب انا عاوز بتاق اليها بس يا محايا شغالي عقلي كده سلية واحدة لو انا بوكي ليه انا حكتبلها كل حاجة باسمها هي وانتي لا ايوه يا حبيبتي عمك عنده حق معينك يا حبيبتي عمرك مستيه ابدا لكن هي خلعت على امريكا مع امها الله يرحمها طب والله يا بنتي والله والله ومالك عليها حلفان انا مش طمعان في فلوسكو ابدا زي ما هي بتقول انا كل اللي اللي حيموتني انا حاوس اضملك حقك باي طريقة عارفة يا حبيبتي معاش عمك ده بيقضينو زياد وليه بس معاشي انتي نسيتي ما هي الطاري ياه عارفة يا مريب للوالطاريب يا باب الدولار دي قولدم الفريه دولار دولار ما اليه ويه بفيد من انا مرتبة وموزقة السكان عندنا كم واحد كدا ما هي حبيبتي انتو كنت عايزة تعريق في ايه بداي هوه جايباله دهدية شكرا لا مش هي دهد غلا لا قصت انا قلت لها هو قروبة في تصليح الخبhores اه وإيه لسه وشوفي ده كده شوفي ها وإيه ولا العقد ده اي 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 شوفي 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 شوفتي طيب شوفي ده بقى كمان همم شوفي شوفي عشان تعرفي عزاني كده بقى اتأكدت من ورها والقلم يا بنتي النقطة دي مش مزبوطة وقلبها مش عليكي وبتلعب بيكي كمان انت يا بنت هاملة ولا عبيتك هممم حد يعمل توكيل عام مريم التوكيل ده لازم يتلغي وفورا تصرف 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 خليك انت بسلاح انا حبعاتك موظف شهر عالكاري لغاية عالك فاهمة حيلغي التوكيل هي تزع شغلها من هنا والموظف ده حيخش عندك من هنا تلغسها والتوكيل فاهمة يا مريم ولا مش فاهمة انا حبقى مستني برا معناش عزورين يا بنتي انا مش حاول اخش بك وتاني بعد ما طررتني منه وشهرة طردة يا نهر ازرق توكيل عام ده زمانها بيعاتك حليب بابا ها طرق جيد ايه يا حبيبشي ايه في ايه تقويسي ها اه اه اصلا كنت انا مفرفر شوية وتعبان بس الحمد للله شوفتك خفيف تعال ايه مافيش اقعد باي اقعد انا ملك ويس اقعد اقعد يا ابني اقعد دي جا مخصص عشان اقعد اقعد سالم على منت عمك يا طرق ازايك يا ملك 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 ايه ملك ايه يا ابني كسبتنا دي مريم مش ملك ازايك يا مريم نيس قاسم كسبتنا والله العظيم طب شقد تفرق بين الاتنين طب ملك دي شكلها يقبط حس انها عشطانة انها مريم بسم الله ما شاء الله تبارك الخلاق فيما خلق واللهم احفظ لها جمالها قولوا امين 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 يا بابا امين اللهم سعدها كمان وكمان قولوا امين امين ايه يا ابني فيه ايه دي جاية مخصوصة علشانك عايزك في خدمة خير خدمة ايه مكتب لها ايه اسمعي خير خدمة ايه اللابتوب بتاعها مش شاذان يريد تاخدوا كده وتشوفوا فيه ايه اه واخد وقتك يا طار طارق خب انت عمك جنبك كده واسألها عشان الحاجات الالكترونيات دي بتبقى شعيرات رقيقة شوف بقى كل سلكة راحة فين و جاية منين يعني قدامك شهر شهرين خد وقتا ما تستعقلش وتعملش فيها شاطر والكاروت التصليق اه باين شاطارة اه خد وقتاك يا طارق ان الله يديك هرصة اه ها باهم هرصة انت عايز باسورد انت انسيت الباسورد انت باعنا كنسة المليسية انت هتحكمها هي تعمل هي عايزاها الله بتعمل لها انت باسورد فيه ايه يعني اعمل له باسورد اه بسيطة بسيطة بقى شوف اللي بقوله خد شهرين شهر يقولي بسيطة في باسورد بيتعمل في شهرين ده اهل باسورد يتعمل في شهرين ثلاثة يعني هلت توصل لسالة وبنت عمى الجنبه كده وتشوف الباسورد ده هتجيبوه من ايه فاهم خاطر فاهم امي يا نادي انت هتنامي امي تعاني عشان يلا يا اخويا يجيبون الباسورد ده بروحيتهم كده ماهل ايه يا اخويا اسمه ايه باسورد طيب يلا يا ابني خد وقتك يا طارق يلا يا ابني يلا يلا وكلم بنت عمى كلي شوية اسألها قول لها دي ايه ودي ايه ففاهمه يعني ممكن تسيبني اشوف انا عامل مانع ايه حاسيمة بس فاهمه بس نودش اخرص